ناقش مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه ردى مجلس الوزراء وتوصياته حول موضوع تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة وقطاع الصناعات التحويلية واستعرض مكتب المجلس ردى مجلس الوزراء على تقرير المجلس بشأن تأخر ترقيات الأطباء خارجي المجلس العمني للاختصاصات الطبية كما استعرض المكتب عددا من تقرير اللجان دائمة منها تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول إنشاء وحدة تعنى بمراقبة وحماية البيئة وخطة وزارة العمل لتوظيف خارجي التخصصات الطبية والطبية المساعدة وتقرير لجنة الإعلام والثقافة حول إنشاء منصة رقبية ثقافية تفاعلية ترأس الاجتماع سعدة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس ترجمة نانسي قنقر